لو الحكاية فيها إنا ذيكو كان بيجي البنات العيلة هنا وكلها بنيجي ونقول وبعدها في أسبوع كده ولا حاجة بيجي عريس وبيحصل نصيم يعني الناس اللي هي زي أنا اللي فسيني اللي يعرفين اللي يلحلون ини بيجوا وبيعملوا كده بس الناس البنات اللي هما زي Hasan يعني بيبقى فيه ندر بقى إما بتيجي البنت تتجوز بقى تقول بقى عاملة ندر فبتيجي تخط الندر فلوس أي حاجة بوكي وارد مش عارفة أي حاجة كده بيعملوها بيندر بيها بيجي تخطوها أه لبنت أه وفعلا اتجوزت أه وبنت في كلية زي إكوا كده وكانت مستعادة في الحاجات دي وفعلا اتجوزت وعملت الندر اللي أنا كنت أقل عليه عاجة أنت تصلي في المسجد اللي فيه دريح بس ما بتتوجيش ليه بأي حاجة أي دعاء ولا أي حاجة من قديم الزمان إحنا بنروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فيه دريح الرسول وأبي بكر السديك وعمر بن الخطاب وبنصلي ما فيش علم من العلماء قال إن لأ ما تصلوش عشان ده فيه دريح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من قديم الزمان معروف لكن إحنا لا نتوجه للدريح لا بدعاء لا نتوجه للدريح ولا بدعاء ولا بأي شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم بس نتوجه اليوم بالسلام بس نحن نزور السيدة عيشة والسيدة فيسة والسيدة زينب أحنا يعني بصي بنستبارك بالموضوع ده فهمني فأحنا بنجي كل فترة يعني كل 15 يوم كل شهر أو علا وأكتر عشان نزور نحب نصلي الجمعة مثلا في السيدة زينب في السيدة الحسين كده بنحس ان احنا حتى لو احنا مرضى هنخف بس كل بإذن الله يعني بشوف لا انا نادرة ان انا حطوا فلوس في الصندوق بس مش في أي صندوق أدخلو لكن كنادر دبحوا الكلام ده في اعتقادي ده كله خاطئ يعني حاجة خاطئ مش مسليمة يعني بس فدول أهل البيت يعني ما نقولش نروح نزور الشيخ فلا لأن الشيخ ده شخص لكن دول أهل البيت فأحنا عشان كده بنيت إنما نروح زور الشيخ فلان والشيخ مشاهد ده كله ده كلام فاضي دول أهل بس ده وما فيش حد يتمزئهم في العبادة وطفال يعني بتفهمين يعني مع اقترابي الدميع الناس يعني عبر رسمي طيب إي رأيت في الناس اللي بتيجي وتعط عاية تدام بالمقام وتعط لدي عن مقام نفسه الشيخ فلا فيه ناس ببقى نوعي فيه واحدة بتيجي هنا على أساس من دون أهل يعني أهل بيت إنه أهل موه أهل أكثر بيتمزكروني القرآن أكثر يعني على ما أعرف إذا يعني حوالي عشر هذا سلم أكثر من ثلاثة وعشين أنا مش 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 يعني متخفقها أو بتفسيري فرقات بس يبتقي هنا ممكن يكون في حاجة مسعادة بيتمزعان مطلطة بيتمزعان مطلطة فيه ناس بأنه وعية تنفيذ عاية تحب تحبط 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 عاية تحبط يقترب بهم أكثر فبيعيط طيب يرأيك اللي بيقول يا سيدة أنا نفسك كذب يا سيدة لا حشا وكاد حراق أنا بتوسل بيبنك يا بولي يا رب لأجل عبادك السراحين الياءت السراحين سيتنا من المزيد سيتنا من المزيد سيتنا النبي إترملي في الموضوع المزيد أنا بتوسل بيبنك حشا ربنا استطاعهم في